السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابع قناة ابن الواحى اهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة احنا معنا كربراتيرين بتوع محاشة برسيم بايزين احنا ان شاء الله هنعمل عليهم تجربة عملية هنحاول نفك كربراتير منهم ونشوف مشاكل الكربراتير بتبقى فين في البداية انما بيبقى في خنقة في المحاشة طبعا انا معودكم ان احنا نفك غطى التانك ونسحب الفلتر من جوه التانك وننظفه لو قلناه كويس ونضيفه مية مية ونفيش اي حاجة بنراحب ننفخ فيه لانه سالك يبقى مفيش اي مشاكل كده في الفلتر نركب زي ما هو ونطلع للمرحلة التانية اللي هي الكربراتير طبعا خنقة المحاشة بيبقى سببها ان الكربراتير بيبقى مسدود في المصفة اللي انا بشاور عليها بالمفاك المصفة دي انا عشان اخرجها بجيب ابرت سرينجا او دبوس وبالراحة كده بعديه من الفتحة بتاعة خرطوم البنزين اهي المصفة طارت مني بتلاقي المصفة دي مسدودة ما فيهاش يعني اي فتحة تقدر تدخل بنزين للكربراتير ووراها بيبقى فيه سداد ان شاء الله احنا هنعمل سلسلة لازاي اصايم كربراتير محاشة البنزين بعد ما انشيل الرواسب اللي موجودة وورا المصفة اه بنركبها اه وبتشتغل معانا تاني فيه عطل تاني انا هكلمك عنه الجوان اللي انت حضرتك شايفه دلوقتي انا بحاول اشيله بالراحة ماينفعش ان الجوان دي تقطع مني او الليلة انه اه زي ما حضرتكم شايفين انا بضغط دلوقتي على الابرة الابرة دي فيه مشاكل كتيرة بتسببها لي من ضمنها اه ان هي اه لو معلقة هتخلي البنزين يخرج من الكربراتير يعني لو معلقة سبتة التحد البنزين هيخرج من الكربراتير بالراحة كده هتلاقيها كده لو سبتها يوم كامل هتصفي لك التنك كله فلان ان شاء الله باذن الله اه فيه فيديو قريب تاني باذن الله احنا هنتكلم عن الابرة وازاي ان انا بفكها وغيرها بالراحة ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زير الجرس والسلام عليكم ورحمة الله